السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي زاد اليوم الحصة تعنا ونغادي نديرو آخر تصريح يعني قبل توجه لآخر تصريح تعجب ما بالماضي قبل التوجه إلى تونس يعني في المعطار وينتخل وان شاءنا كيفاش التحذيرات احنا شاءنا التربو شاءنا انتقال لعابين وين اللعابين يعني يد واحدة في الطائرة شاءنا كيفاش دايري لحاجة لطلع المورال حتى للجمهور الجزائري هذه الحياة تشوفها كما تفرح وحدك تريد تحك وحدك هكذا تبسم وحدك تبسم كتشوف هذا المورال عند اللعابة تتوقع يعني مورال طالع ليشان يعطوه رسالة للجمهور الجزائري يعني رانا رايحين باي نربحوا إن شاء الله بربي احنا نتمنوها تعخوا خوا مبارا ودية انا وعند الناس نعتبرها غادي نفوزوا إن شاء الله بربي نعتبروها مبارا تدريبية يعني حصة تدريبية غادي نروحوا نديروا حصة تدريبية كلي شغل تربص في تونس حصة تدريبية ونجو غادي نترينو اليوم اليوم في اللي يترينو إن شاء الله بربي الموعد تع المباراة الساعة الخامسة أيو كاين قدوا إن شاء الله حصة ثانية الساعة الخامسة غادي نربوها الخمسة إن شاء الله بربي كاينزوج حصة نديروا تربص تعنا تدريبات ونجو إن شاء الله وليس مباراة ويذهبون عنه نقوم بتحديد يدفق على العداد ويقوم بتحديد ويقوم بتحديد ويقوم بتحديد وهنا نحن لديه منتخب الوطني الفئة ويقوم بتحديد ويقوم بتحديد ويقوم بتحديد رايح يدي خمساك السلام عليكم الماليه درناها في الپارتية ويكون ندير خلاصة على المباراة على الشوط الأول في 30 دقيقة تكون مباراة صعبة خاتش علىه قادوا حالي اللعبو قادوا نزغطو قادوا مالغري حاوثنا كيفاش نفرضو الضغط العالي تيانا اللي مضارين نزغطو به ومنجحناش به صحة اليوم غادن إن شاء الله غاني نشوف في تونس قاد يدخلو يلبو را ديفونس غادي نشوفهم دخلو يلبونا في العطاك على ذي غادي تكون غادي تكون هازي ما نكرع لتونس هادي غادي نشوف وين أدل أمسية اليوم الخاميس الناخب الوطني جامع بالماضي في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة بآخر تصريحاته قبل التوجه رفقة أشباله إلى تونس لمواجهة كتيبة نصور قرطاج وديا واعترف المدرب بالمنتخب الوطني جامع بالماضي بصعوبة المواجهة أمام الجار المنتخب التونسي رغم طبيعيها الدول الودي بقوله أمام وسائل الإعلام أن المباراة ستكون صعبة ومعقدة وأكد المدرب كتيبة الخض أن المباراة صعبة ومعقدة هو الأمر الذي يريد يريد له شخصيا ولأشباله من أجل التحضير بشكل جدي لتصفيات المنافسة كهس العالم 2022 بقاطة الحمد لله يا ربي المالي خرجتنا خرجتنا من تحت الكسب من تحت الكسب وبالفريق الثاني وغبنونا غبنونا والتأكيد سلسلة المباراة دون هزيمة وين وصلت إلى 26 مباراة دون أن يترجع يتجرع وهو وأشباله طعم الخسارة إلى حد الآن إن شاء الله غاد وإن شاء الله كما يقولك نكملو 27 غاد وإن شاء الله نكملو 27 هيا نحن كما يقولك مباراة تكون صعبة يعني الفوز لنا فايدة يعني نحن 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 مباراة تنتهي بالتعادل رهم لي حالنا خرجتنا نتكلموا في 27 بدون إنهيزام نحن عدنا زلوا سوال حملح عدنا الفوز أو التعادل ونزيدون نربحوا مباراة في رجلنا يعني أمام منتخب لما يخسر بسهولة نتبالي بلما يخسر بسهولة بسح معنا نحن سيخسر بسهولة وقال الجماعة بالماضي أن المنتخب الوطني الجزائري ليس بالمنتخب الذي لا ينهزم إطلاقا ولكن على الجميع المنتخبات التي تواجههم أن تثبت أنهم قادرين على هزيمتهم حسب تصريحاته وأشار المدرب المنتخب أفناك صحراء إلى جهزية جميع لعبه نفسيا وبدنيا بما في ذلك الثناء يوسف عطان وأدم الوناس منكشف أنهما تدربا بشكل عادي مع بقية رفقائهم ونوى جماعة الماضي إلى أنه ليس على علم تماما بما صرح لعبون منتخب التونسي مشدد على أن هدفهم الرئيسي هو التقديم مباراة كبيرة أمام الجار المنتخب التونسي والفوز بها من أجل إسعاد جماعي المنتخب الجزائري وسويا إحنا الحاجة التي تفرحنا كنشوفوا التشكيلة المكتملة ونشوفكم لعبتم مليح في مباراة والديال مهما كانت النتيجة نفرح بها مش قضية نفرح بالفوز كما تعمل موريطانيا أو لا لعبة آمام فائل كبير وبرهنت باللي عندهم مستوى وراهم جايين في صمت بخوطة ثابتة عادية ونسا يواجه المنتخب الجزائري المنتخب التونسي وديا سهرة غد الجمعة على أرضية ميدان الملعب رادس في تونس بداية من ساعة ثمينة ونصف ليلا قال لك الخمسة خطأ يقول لك الخمسة خطأ يقول لك ثمانية ونصف أقرى مدائلين ثمانية ونصف الله لك شتهنا الخمسة ونقرى ثمانية أنا عرب لي في تونس يربوها ثمانية إن شاء الله يا ربي كما يقول لك نحن سننربو الوقت الذي نربو فيه المهم سنربح المهم نربح لا نحوص ما نتفهم وشهر كريم وشهر كريم المهم الفوز نربوها الربعة نربوها الخمسة نربوها الستة نربوها المهم نحوص وكيفه نقعدوا في هذا المستوات ومام الإنهيزة مش مليح في هذه الظروف الإنهيزة ما هوش مليح في عدة عوامل الإنهيزة مش مليح في عدة عوامل هذه باش يكون على بالكم سألنا وين كما يقولك لازم ما نخلوش الشيق يدخلنا لازم الشيق ما يدخلناش ما نخلوش الشيق يدخلنا هذه الحاجة اللي نعرف عنها وإن شاء الله تكون كما يقولك تكون مباراة كبيرة مباراة ما بين الشيقاء يعني ما بين الشيقاء ووش أنك تونسي وين دخلوا مصري هذا حامل أحمد حسن هذا المصري هذا مدخلك عائلته مدخلك عائلته مدخلك عائلته الناس قاعد هاي 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 مدخلك عائلتك أنت ما زمن شفتش مدم عن طريحيا أنت من هالي عن طريحيا ما زمن شفتش مدم جاي تترك في فمك خليتنا لنلقا وكون مهدر أنا ما أبقا شي غدو إن شاء الله عن ثمان يوم شفتش مباراة مباراة التي تكون في القمة مباراة التي تشوف أهداف بوفرة أنا قلت لكم قلت لكم فيها دعا أنا قلت لها دعا للجزائر نلبحوا بهدفين لهدف وغادي لما ركناكم إحنا اللوالة غادي تخلصوا غادي تخلصوا الغالي وتخلصوا كلش تخلصوا من العم على التوقا وتجو جايين بها غادي تخلصوا من العم على التوقا وتجو جايين بها ونطلب حاجة واحدة نطلب من كيسموه بن سبعيني كون كرزين أيو كون كرزين عشقش هذيك اللينار هذي كلش ديرها فيصاشية بلعليها في البيسير ونخرج أريد نقول أخويا كون كرزين بل صحيح